نهار قابض زملائي العزاء نرفانا واحمد والله بارك بيكو طبعا انجاز كبير جدا لناديكم الريتشبين صعود لأول مرة في تاريخه والقرى النسائية للدوري الممتاز بعد صعوبات كبيرة جدا وجهناها وبدأنا تكوين الفريق من سنتين أنا كنت المدير الفني والدكتور احمد سير أخيك هو صاحب الفكرة كون الفريق هو منتخب الجامعة بدأنا نكون الفريق والحمد لله سعدنا بالدرجة الثالثة الممتاز به للدوري الممتاز الموسم القادم إن شاء الله حنلعب دوري ممتاز يعني عايزة بارك لكل جميل نادي جمهورية شبين وعايزة بارك طبعا المجلس دارة أستاذ أحمد الخشن والأستاذ أيمان خطاب اللي كانوا داعمين لنا في خلال المشوار الطويل ده الله يبارك فيكو من داخل نادي الزمالك طبعا وكل كوالسنا النهاردة النهاردة هيكون في ملعب عبل طيفة بورجيلا هيكون فريق الأول عنده تدريب الساعة 4.5 طبعا استعداد المباراة الإسماعيلي مباراة مهمة جدا طبعا في الدور العام لحفاظ على القمة شيكابالا بيعمل لسه تدريبات تهيلية في الجم مش هيكون متوجد في المباراة صعب اللحاق بالمباراة وحمزة المسلوسي برضو بدأ يجري حوالين الملعب لكن لسه ما اشتركش بالكرة ممكن الاتنين يكونوا مش موجودين في مباراة الإسماعيلي خلينا بقى زي ما بنعمل ازبط يا أحمد نيرفان عن كل الألعاب داخل نادي الزمالك النهاردة لعبت ألعاب القوة هيكون معايا كابتن عماد علي اللي مشرفني دلوقتي مدرب طبع العراب القوة وخاصة يعني في المسافات القصيرة والحواجز كابتن عماد بنرحب بحضرتك ونرقب بخطينهم سهلا سبع الخير عليكم وكلكم إن شاء الله بإذن الله كابتن عماد يعني يكلمني يا حضاك مدرب مسافات قصيرة وحواجز بنات الزمالك استعدادات كل مسم اللي حيبتدي أكيد في أغسطس القادم وعايزين نعرف برضو السادة مشاهدين وجمهرنات الزمالك حقايا أي إنجازات الفترة السابقة والبطولة الماضية نحن إن شاء الله عندنا المسافات القصيرة بتبدأ من 100 متر لحد 400 متر والتتابعات وعندنا الحواجز بتبقى 100 متر و300 متر حواجز تحت 16 سنة وعندنا 110 متر حواجز و400 متر حواجز من أول 18 سنة لحد الضرب الأولى نحن عندنا طبعا في المسافات القصيرة عندنا شهاب الدين طاري للاعب منتخب مصر وأول 400 متر على مدار خمس مواسم عنده 47 سنية عندنا محمود كامل في 400 متر تحت 20 سنة وعندنا بالنسبة للأولاد الصغار عندنا طبعا إحنا عندنا قاعدة عريضة من الأولاد الصغارين عندنا لعب ناشئ موليد 2008 كسبان في 100 متر حواجز وعندنا بنت برضو تحت 16 سنة كسبانة في 80 متر حواجز عندنا ولد ممتاز تحت 18 سنة كسبان 18 سنة وعشرين سنة في 110 حواجز و 400 متر حواجز من 18 إلى 20 وعندنا قاعدة عريضة من اللاعبين عندنا أكاديمية بتفرخ عندنا لعبين أكفاء بتبدأ الأكاديمية عندنا من سن 7 سنين لحد سن 14 سنة وبنبتدي تتصنف عندنا ويتوزعوا على المداربين بكافة الألعاب داخل نادي سمالك كابتن أكيد لعبة ألعاب القوى لعبة عايزة مجود كبير جدا يعني اللعب عشان يدخل من 8 سنين يبدأ يشارك في ألعاب القوى يعني عشان برضو الناس اللي تتفرج علينا أو عضاء النادي لازم يكون 8 سنين قبل كده ما يدخلش بمفضل إنه هو بيفضل بالسن الصغير ده لإنه طبعا بيحنا عندنا اللعبة فيها برضو مراحل قوى وأداء فبيبدأ السن ده بيكون السن المناسب بالنسبة لنا للبداية البطولة القادمة بقى واستعداتنا لها بنتمرن كم يوم في الأسبوع توقيت التدريبات موعد التدريبات احنا بالنسبة للمسافات القصيرة والحواجز بنتمرن 5 تمرين في الأسبوع وأحيانا بيبقى الخامسة دول بنعمل كمان أحيانا في بعض الأيام تمين صبح وصباحا ومساء بنستعد احنا عندنا إن شاء الله البطولات بتاعت الجمهورية هتبدأ في شهر 8 بإذن الله عندنا لعبي مباشرين عندنا لعيب اللوع موليد 2008 ده بإذن الرحمن بنشتغل عليه علشان رقم مصر تحت 16 سنة بإذن الله في الميت ميت حوادث جابتل عشان نكسر رقم أو عشان نكسر سواني بتبقى عايزة مهود كبير جداً أكيد يعني التدريب بيبقى قاسي لفترة الإعداد دي بالزبط بنحاول برضو بنوصل لازم نوصل بالنحية الرقمية لللاعب لنوصل للرقم مصر معا نحنا بنحافظ برضو على مستوى الغذائي من كرار القصة والبيت إن شاء الله بإذن الله دايماً إحنا بتقدم وإحنا دايماً في رعاية الرئيس النادي بيعانا كلعبة وفعلاً بيقدم لنا كل المساعدات للوصول للمستوى المطلوب شكراً كابتن عماد علي شكراً كلام مهم جداً من كابتن عماد علي طبعاً مدرب المسافات القصيرة والحواجز ألعاب قوة بندي أزة مالك دي كانت كلك أوليسنا هنا نرفانا وأحمد الآن إليكم الكلمة تفضل شكراً شكراً يا ساهر على المداخلة الجميلة دي وعلى المعلومات الجميلة نبرك لك مرة تانية كمان من زملائنا العزاء المتقلقين في قناة الزمالك شكراً لك يا ساهر